المعهد القرآة الدرسة فيه سهلة ومبسطة وميسرة لمن يسرها الله سبحانه وتعالى له المعهد عبارة عن مراحل أول مرحلة فيه المعهد كله 12 سنة بكلية علوم الكرآن الكريم وكلية علوم الكرآن الكريم هي 12 سنة 12 سنة بالكلية الكلية 4 سنين من غير الكلية 8 سنوات 8 سنوات ده المعهد فقط المعهد فقط المعهد بيبدأ بمراحل هو شرط أساسي أنه عشان أتقدم لمعهد القراءات أنه أكون حفظ القرآن الكريم كامل نختبر في القرآن الكريم اختبار شفوي اختبار تحريري بعد كده بيلتحق الطالب بأول مرحلة وهي مرحلة إجازة التجويد يبقى إجازة التجويد في معهد القراءات ما بيدرس فيها إلا اللي ختم القرآن كاملا إلا ختم القرآن الكريم كاملا بيبدأ الطالب يدرس في خلال السنتين دول أحكام الكرآن الكريم وبيدرس بعض المواد الأخرى زي الفقه والتيسير والسيرة والتوحيد والصرف والنحو أنا حكت براكي بأول سنتين اسمهم سنتين إيه؟ إجازة التجويد إجازة طيب ودي بتكون بقراءة معينة ولا؟ بندرس فيها حفص حفص عن عاصم إجازة حفص عن عاصم إجازة حفص عن عاصم سنتين سنتين آه بعد كده بيبقى فيه الاختبارات اللي ربنا بيكريمه بينجح في سنة أولى وفي سنة تانية بيدخل المرحلة اللي بعدها لحظة اللي خلص السنتين دول وعاوز بقى يمشي يبدأ يعلن في المساجد أو خلافه أو في حلقات القرآن تمام كده يجوز أه بلن ياخد إجازة بالنسبة نأخد إجازة كده آه يعني تصريح آه تصريح آه ممتاز المرحلة اللي بعدها مرحلة العالية عالية القراءات آه وديه تلت أعوام آه بندرس فيها بقى القراءات العشر الصغرى القراءات العشر الصغرى وناخد فيها بقى علم الفواصل ويعني الموضوع بتوسع اكتر واكتر بالنسبة لدراسة القراءات القرآنية تلات سنوات كاملات بيدرسوا ايه يدرسوا القراءات العشر تخيل حضرتك عشان بس تبقى يا جسلام عشان تبقوا عارفين منزلة قراءنا وليه مصر فيها واخدر ريادة على الكون باكمالك يعني زي ماقولوا كده القرآن نزل في الحجاز وكتب في الشام وطوليا في مصر مصر فيها مداء يعني اعلى تخصص اكاديم ممكن تتخيله في القراءات القرآنية يبقى ادي سنتين اجازة اجازة حفصة يعني وبعد كده تلات سنوات كاملات في القراءات العشرين صغرى يبقى عندك كم سنة يا محترم خمس سنوات كاملات بعد كده المرحلة الاخيرة ما قبل الكلية مرحلة التخصص التخصص ودي بيدرس فيها برضو الطالب دي كم قد ايه هو دي ثلاث سنوات برضو ثلاث سنوات ثلاث سنوات برضو يبقى عندنا قده ثلاثة وثلاثة ستة واثنين تمانية تمانية آه إن شاء الله بيدرس الطالب في مرحلة التخصص علوم القرآن بتوسع اكثر من الاول يعني الاول احنا كنا بندرس مثلا مش كفاية مش كفاية ثلاث سنين لا مش كفاية علم القرآة فضيلتك أعلم وأدرى يعني إن علم القرآة علم واسع والطالب اللي في معهد القرآة ما بيكتفيش بالدراسة في المعهد فقط احنا بنعتمد على الله سبحانه وتعالى بالنسبة للدراسة في المعهد كدراسة عملي ونظري وبنستعين بالله سبحانه وتعالى وبمشايخنا اللي برا يعني احنا بنقرأ على المشايخ الواحد دايما في قراءة في قراءة مستمرة ومراجعة مع المشايخ بنبدأ ناخد كل رواية يعني احنا عندنا مثلا الإمام عاصم في حفص وفي شعبة فاحنا مثلا أخذنا حفص في المعهد أو أخذنا شعبة طبعا ما فيش الوقت الكافي إن أنا عود أقرأ كل يوم مثلا أو فيه 30 طالب مثلا في الفصل مش كلهم كل واحد دا وعد يقرأ جزء احنا كده نختم القرآن كله فبنقرأ قدر معين طيب أنا كطالب بعمل ايه بستعين بالله سبحانه وتعالى وبشوف شيخ برا ببدأ أطبق مع الشيخ الشيخ بيبقى عنده وقت أكتر بيبقى فيه توسع أكتر في المادة نفسها وفي التطبيق بالنسبة للقراءة ما شاء الله نقوة إلا بالله يبقى أنت كده خدت التلس سنوات التخصص التلس سنوات التخصص دول بعديهم بقى إيه يعمل إيه بعديهم بقى بيلتحك مباشرة بكلية الكرآن الكريم في طنطة دا فيه تاني لسه يا جماعة إلحق وشوف دا لسه فيه كلية كمان بعد 8 سنين دراسة يعني مش الطب بس اللي صعب لا دا عندنا حاجات فيها ترتقي في الصعوبة أو لا تدنيها في الصعوبة أي مادة تانية يعني بعديها كلية كلية القرآن الكريم اللي هي مقرها في طنطة حلوة قوي كلية القرآن الكريم دراست فيها 4 سنين 4 سنين بيدرس إيه الطالب اللي درسه بيدرس الشاطبية والدرة ومتن الجزارية كل الدراسات اللي هو درسها فيما سبق بالنسبة لمرحلة العالية ومرحلة التخصص بيدرسها في الاربع سنوات بتاع الكلية بس بتوسعه أكتر وأكتر وأعلى ومن طرق بقى طريق الأصدر أعلى من كل اللي قلناها أعلى من كل اللي قلناها وبتوسعه أكتر وأكتر يعني في الدراسة وبيدرس بقى رسم المصحف ورسم العثماني يعني مواد أكتر وأكتر بالنسبة للدراسة وبيدرس برضو بجانبها المواد الأخرى الشرعية زي الفقه والتفسير والتوحيد ومواد اللغة العربية أيضا يعني أنت عاوز تفهمني يا شيخ علي أنك أنت خلصت المعهد القراءات كله بالكامل أنا ما خلصتش أنا أخدت أول مرحلتين مرحلة إجازة التجويد ومرحلة العالية يعني عالية القراءات خمس سنوات خمس سنوات وبدأت بفضل الله في مرحلة التخصص كلام كلام بص بقى لازم تنظر إليه نظرة يعني قم للمعلم يوفيه التبجيلة ده حاجة يعني مفيش بعد كده الحقيقة حاجة عشان تعرفه أن القرآن الكريم يعني يخدم هذه الخدمات الجليلات المتوليات من أهله وخاصاته سؤال كده خطر في بالي وانت بتتكلم المعهد القراءات ده ذكور فقط ولا فيه إناث أيضا لا هو المعهد ذكور وإناث بالنسبة للثمان سنوات أما بالنسبة للكلية لأن طبعا لبعد المكان والكلام ده كله اللي احنا نعرفه أن الأزهر الشريف بيدرسوا أنهم يفتحوا أفرع بعد كده للبنات لكن أنا بتكلم على معهد القراءات المعهد نفسه كمعهد كثمان سنوات الذكور وإناث ومنفصلين الإناث في معاهد وحدهم والذكور في معاهد وحدهم والإناث بيطلع منهم برضو قارئات متخصصات ما شاء الله كتير كمان ما شاء الله لقوة إلا بالله